انطلقت أولى فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان تحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية في مصر شاركها في جلسات المنتدى نخبة من الخبراء تشمل ممثلين عن الجهات الرسمية والأكاديميين والخبراء المختصين ونقشت الجلسة عددا من الموضوعات ذات الأولوية بما يشمل التدعيات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة على أوضاع السياسة المالية في العديد من دول العالم إلى جانب الجهود المبدولة في مصر على صعيد تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية طرحت أفكار كثيرة بالمناسبة يعني طبعا ندعي لتكرارها لكن عايزة أقول أنه التوقيت مهم جدا بيأتي على عشية اتفاق وشيك مع الصندوق النقد الدولي يتوقع في 16 ديسمبر وبالتالي يكون إحنا نقلب الأفكار حيث أنه ونحنا نتعامل مع الصندوق يبع عندنا اللي أنا بسميه رؤية خاصة بنا صندوق رؤية تهمه وماشي لكن أنا عايز كمجتمع وكبلد يبع عندي رؤية خاصة بي فده قيمة اللقاء بتاع الناس